السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أبنائنا الطلاب إحنا النهاردة من برنامج في بيتنا مدرسة هنتكلم على منهجية الجدرات الحديثة التي تم تطبيقها في التعليم الفني ناس كتير قوي بتسأل إيه هي منهجية الجدرات عبارة عن إيه إيه الفايدة اللي هتعود على أولادنا أن هم يتعلموا وفقا لهذه المنهجية ده اللي احنا على مدار حلقتين بإذن الله هنقوم بتوضيحه للسادة المشاهدين وهنقوم أيضا بتوضيحه لزملائنا السادة المعلمين اللي هيتم تطبيق الجدرات عندهم بداية من هذا العام الدراسي واللي هيتم تدريبهم إن شاء الله في خلال الشهر الحالي وبداية الشهر الخادم عشان كده أرجو بإذن الله تعالى إن إحنا أي تساؤل خاص بهذه المنهجية على منتديات قطاع التعليم الفني سواء كان على موقع رسمي للتعليم الفني أو على التليجرام أو على المنتديات الخاصة بالتعليم الفني على الفيسبوك نقدر إن إحنا نسأل وبإذن الله تعالى هتلاقي اللي يجاوب عليك على التساؤل بتاعك النهاردة الجزء الأولاني أو الحلقة الأولى هنتكلم فيها على منظومة التعليم الفني والجدرات المهنية هنبص على المنتر أول حاجة بنتكلم عليها في منظومة التعليم الفني والجدرات المهنية إحنا هنقول إن في ظل الجمهورية الجديدة وعهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت مصر إلى تبني وتطبيق نظام تعليم مبني على الجدرات في منظومة التعليم الفني قبل الجامعين وده بهدف إعداد عمالة فنية مؤهلة ومدربة تلبي وتواكب متطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي منظومة التعليم الفني والجدرات المهنية نقدر نقول إن مفهوم الجدرات المهنية مفهوم مصري خالص يعني كان في البداية في حاجة اسمها الكفايات المهنية بعد الكفايات المهنية جات مصطلح جديد اسمه الكفاءات المهنية وجم خبراء التعليم في مصر وأساتذة التربية في مصر طلعوا مفهوم جديد مبني على نفس المفهومين السابقين وهي الجدرات المهنية هنبص على الشاشة عندنا ونشوف يعني إيه جدرات مهنية نقدر نقول إن مفهوم الجدرات المهنية مفهوم مصري خالص ويعتبر تطوير لما يسمى بالكفايات المهنية التي كانت مفهوم أقل في متطلبات الجودة للصناعة اصطلح العلماء على تطوير المفهوم إلى مستوى الفاعلية يعني بعد الكفايات لا مستوى أعلى شوية اللي هو مستوى الفاعلية اتطور المفهوم إلى مستوى الكفاءات المهنية حيث أن الكفاءة أعلى من الفاعلية لغاية ما وصلنا لمرحلة التميز وده أعلى مستوى لجودة الأداء والمستويات دي بتشكل سلم الصعود وصولا للجدرات المهنية المصرية المتفردة التي قامت على ما سبقها من كفايات وكفاءات طيب مفهوم الجدرات بيشير لإيه؟ مفهوم الجدرات بيشير في أبسط معني إلى قدرة المتعلم على أداء المهام والواجبات المطلوبة المتعلم اللي هو إيه؟ طالب التعليم الفن أداء المهام والواجبات المطلوبة لمهنة ما بالمستوى المتوقع في مكان العمل اللي هو المستوى اللي هو متوقع منه من صاحب العمل والقدرة على تطبيق ما تعلمه الطالب من معارف ومهارات وفق لسلوكيات مطلوبة بتطلبها ظروف ومواقف العمل يعني معنى كده إن بيبقى المفروض إن الطالب الحاصل على شهادة الدبلوم وفقاً لمنهجية الجدرات ده بيقدر إن هو يشتغل بيكون عنده معارف خاصة بالمهنة اللي هو اتعلمها بيكون عنده مهارات خاصة بهذه المهنة ومهارات هو جدير بإنه طبقها بيكون عنده أيضاً بجانب المهارات وبجانب المعارف سلوكيات المطلوبة في مكان العمل وفقاً للمهنة اللي هو اتعلمها الجدرات بتنقسم زي ما احنا شايفين على المسلس اللي قدامنا ده في عندي جدرات فنية ومهنية وفي عندي جدرات اكاديمية وثقافية وفي عندي جدرات حياتية المسلس اللي احنا شايفينه ده هو اللي بيشكل الجدرات عبارة عن إيه يعني الطالب بيدرس جدرات فنية مهنية وبيدرس جدرات اكاديمية وثقافية وبيدرس جدرات حياتية طب إيه المفاهيم بقى المفاهيم لو احنا بصينا الجدرات حواليها بنحقق غرض وبنحقق التزام وبنحقق عمليات او تطبيق طيب الغرض ده بيجي منين؟ بيجي من السلوك والتوجه وبيجي من المعارف السلوك المفروض ان يكتسبه الطالب والمعارف اللي هو مفروض ان هو يكتسبه طيب الالتزام بيجي منين؟ بيجي من السلوك والتوجه اللي مفروض يكتسبه الطالب وبيجي من المهارات اللي هو لابد ان هو يحصل عليها والتطبيق او العمليات بيجي من الاتنين بيجي من المعارف وبيجي من المهارات يبقى احنا كده عرفنا ان الجدرات بتقوم على تلات محاور اساسية المفاهيم دي قائمة على المعارف وقائمة على المهارات وقائمة على السلوكيات طيب لو حبينا برضو يعني نزود المفاهيم بتاعتنا عن الجدرات المهنية التي تم تطبيقها للعام الثاني وهتطبق للعام الثالث بداية من العام الدراسي القادم باذن الله تعالى هنلاقي انها تنقسم الى ايه تلات جدرات في عندي جدرات اساسية وفي عندي جدرات فنية وعندي جدرات خاصة طيب نمسك جدرات جدرات كده فيهم ونتكلم عنها الجدرات الاساسية دي اللي هي الكاي كومبينتس وهي الجدرات الرئيسية الاساسية كومبينتس جدرات الرئيسية الاساسية المشتركة بين جميع المهن في جدرات اي مهنة لابد انها تكون مشتركة في هذه الجدرات طيب ايه بقى دي الجدرات الاساسية اللي هي بتمثل جدرات التعلم مدى الحياة وضمن مهارات القرن الواحد والعشرين اللي مطلوبة في اي مكان في العالم ان الطالب يتعلمها سواء كان في التعليم العام او التعليم الفني ولكن احنا هنا بنتكلم على تطبيقها في التعليم الفني اول حاجة ان الطالب ده يقدر بعد ما يخلص المؤهل بتاعه يطبق لوائح الصحة والسلامة المهنية عشان يقدر يحافظ على نفسه في مكان العمل تاني حاجة التواصل الفعال التواصل الفعال يعني يقدر ان هو يتواصل مع المحيطين بي ويقدر ايضا ان هو يعمل ضمن فريق عمل تالت حاجة حماية البيئة يعني ان الفني ده اللي بيتخرج يكون فني اخضر يعني ايه فني اخضر يعني بيحافظ على البيئة المحيطة بي من التلوث الحاجة الخامسة استخدام الحاسب الآلي يعني يمتلك مهارات الحاسب الآلي الحاجة الستة والاساسية المشاركة في حل مشكلات العمل وطبعا التعاون يعني ما يكون في مشكلة في العمل حتى لو المشكلة دي مش متعلقة بعمله هو لا يقف يتعاون ويساعد فيها فدي اسمها الجدرات الاساسية اللي هي المفروض انه بيدرسها الطالب في كل المهن في التعليم الفني عندي بعد كده الجدرات الفنية العامة الجدرات الفنية العامة اللي هي البزج technical competence هي جميع الجدرات الفنية الاساسية المتعلقة بمهنة ما التي ينبغي ان يكتسبها المتعلم خلال درساته لمنهج دراسي بعينه الجدرات الفنية الاساسية اللي هو الجدرات اللي هو متعلقة بالتخصص بتاعه يعني هو المثلا لو تخصص كهرباء يبقى فيه جدرات فنية اساسية بيدرسوها كل فروع الكهرباء كل فروع برامج الجهرباء بتدرس ايه الجدرات دي طيب عندي بقى جدرات اللي هي متخصصة قوي وهي جدرات اخرى فنية ولكن تختص بجوانب معينة من المهنة وليكن مثلا قدرة المتعلم على استخدام معدة حديثة او طريق التنفيذ لعملية صناعية محددة ويتم تصميم الجدرات الفنية العامة والمتخصصة معا أثناء اعداد الاطار للبرنامج الدراسي طيب يعني ايه الكلام ده احنا عندنا جدرات فنية عامة وجدرات فنية متخصصة لو قلنا ده مثلا على مجال برامج الكهرباء هتلاقي فيه عندي مثلا طالب بيدرس طاقة جديدة ومتجددة في الشعبة الكهربية وطالب تاني بيدرس اصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية الجدرات الفنية العامة بيدرسها الطالبين دول بيدرسها الطالب اللي بيدرس طاقة جديدة ومتجددة وبيدرسها الطالب اللي بيدرس اصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية لكن لو جينا نتكلم على الجدرات الفنية المتخصصة دي بقى ما بيدرسهاش الا الطالب اللي هو المتخصص يعني لو طالب بتاع طاقة جديدة ومتجددة هيدرس حاجات متعلقة بطاقة الرياح بالطاقة الشمسية بتوليد الكهرباء لو الطالب بتاع إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربية بيدرس حاجات خاصة بالفك والتركيب وكده فهنا يبقى نقدر نعرف الفرق ما بين الجدرات الفنية العامة والجدرات الفنية المتخصصة بعد كده عندي حاجات مهمة قوي لابد ان احنا لا نغفلها وهي المعارف إذا كان الطالب بيدرس في الجدرات الفنية سواء العامة أقول متخصصة دراسة تقوم على السلوكيات والمهارات لكن لابد قوي ان احنا نركز على المعارف طيب لا يمكن اهمال المعارف التسقفية نبص على المانوتور كده لا يمكن اهمال المعارف التسقفية في المهنة نظرا لأهمية المعارف التسقفية ليه بقى بعض خبراء الجدرات بيشوفوا ان المعارف في المهنة دون تطبيق عملي غير مجدية لكن الطربوين عارفين كويس انه اذا تم اهمال الجانب المعارف التسقيفي الذي يمكن من خلاله قياس الفروق الفردية بين الدارسين فقد المسلس الخاص بتطبيق منهجية الجدرات احدى زواياه المهم لانه قائم على المعارف والسلوكيات والمهارات برضو لابد نعرف ان المتعلم لابد انه يقدي اي مهمة بقدر مرتفع وعالي من الكفاءة اذا اتيحت له مستوى عالي من التعليم زوجودة ووقت كافي لتطبيق ذلك برضو ما تعتبرش الفترة اللي هو بيقضيها المتعلم في تعلم مهنة معينة بتضمن انه هو اتعلم كويس وتضمن انه يقدر يؤدي المهام اللي هو اتعلمها طيب ايه بقى المبادئ اللي احنا لابد ان يعني نستند عليها اول حاجة برضو لازم نعرف ان الاختلافات الفردية في مستويات المتعلمين لأذاء مهمة بتسبب اخطاء او بسبب اخطاء تحدث في بيئة التعلم هؤلاء المتعلمين وليس بسبب شخصياتهم المختلفة يعني لو الطالب بيئة التعلم بتاعته سليمة طيب سليمة من ناحية ايه سليمة من ناحية توفر الخمات اللي هيتعلم عليها توفر المعدات والاجهزة اللي هو بيطبق عليها العمل بتاعه متوفر ايضا يعني عوامل الصحة والامن والسلامة المتعلمين المهنية في المكان اللي هو بيتدرب فيه متوفر الاضاءة التهوية الكافية متوفر تخطيط جيد داخل المصنع او الورشة اللي هو بيتدرب فيها يبقى الطالب هيؤدي تماما المهارة اللي هو اتعلمها وبمهارة لكن لو فقدنا احد هذه العناصر اثناء التدريب او اثناء التطبيق لابد ان المعرفة والتطبيق والسلوكيات بتاعت الطالب ممكن يحدث فيها ايه خلل برضو لابد ان احنا نتيح فرصة ملأمة للمتعلمين للتعلم وتحفيز الدفعية بتاعتهم للمزيد من التعلم ده بيساهم في تقليل الاختلافات في مستوى اداء المتعلمين بحيث ان مستوى الاداء بتاع المتعلمين يقرب من بعضه بصرف النظر عن ان هذا المتعلم بطيء او سريع فهنا احنا قدرنا لما طبقنا الجدرات ان احنا نقرب مستويات الطلاب من بعضهم في مهارة تطبيق هذه الجدار وهنا قدرنا ان احنا نساوي الطلاب في ده عشان نيجي في الاخر لما نيجي ان احنا نعمل عملية تقييم للطالب نقدر نقول اذا كان جدير او غير جدير هنبص على المينوتور برضو هنلاقي بعد كده تحليل الوظيفة تحليل الوظيفة ده حاجة من الحاجات المهمة قوي يعني ايه تحليل الوظيفة هي عملية بيتم من خلالها تحديد اهم الواجبات او المهام المطلوبة ذات الصلة الوثيقة باداء وظيفة معينة بشيء من التفصيل تحليل الوظيفة ده حاجة مهمة قوي عشان نقدر ان احنا نقوم بعملية تصميم منهج قائم على الجدرات طب بيساعد في ايه التحليل الوظيفة بيساعد على سياغة التوصيف المهن يعني اقدر اقول مثلا ان طالب تخصص او طالب برنامج الزخرفة والدكور قادر على القيام باعمال الدهنات مثلا القيام باعمال الرسم والتلوين القيام باعمال تنفيذ لسق ورق جدران القادر على لسق الارضيات بالمكت ومشمع الارضية طيب ده اللي هو التوصيف الايه المهني وصف تفصيلي للانشطة اللي ممكن الفني يقدر يقوم بيها ودي بيكون في علاقة بأداء عمل ما والوصف ده بيصار في صورة مجموعة من الواجبات والمهام وعشان نصير الواجبات والمهام دي لابد ان احنا بنرجع لسوق العمل طيب بيشتق من التوصيف المهني الجدرات المختلفة يعني انا لما اقدر اعمل توصيف مهني اقدر اعرف انا عايز اعلم الطالب ده ايه عشان اقدر احط له منهج يكون سوق العمل محتاجه والعناصر المطلوبة لتحقيق الاداء الفعال اللي تصف ما ينبغي ان يتعلمه المتعلم ويقوم به من اجل تنفيذ الواجبات والمهام الخاصة المشتقة من التوصيف المهني وتتم بالشرقة بين سوق العمل وخبراء التعليم طيب تحليل الوظيفة زي ما احنا شايفين كده بيؤدي لايه تحليل الوظيفة بيديني واجبات وده بيؤدي ان احنا نقدر نعرف ايه وحدات الجدارة اللي احنا هنقوم بتألفها او هنقوم باعدادها وبيديني مهام المهام دي بتديني عناصر الجدارة يعني بقدر ان انا افتت العناصر بتاعت الجدارة عشان اوصل في الاخر لمعايير الاداء المطلوبة من الطالب اللي هو بيتعلم وفقا لمنهجية الجدارات طيب هنا لابد ان انا اصل للمعايير التعليمي طيب المعايير التعليمية دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن وثيقة بتضمن وصف ما الذي ينبغي ان يقوم به المتعلم بعد انتهاءه من دراسة برنامج او منهج بعينه يعني بعد اتمام الدراسة للطالب في هذه المرحلة انا بقول الطالب ده يقدر يعمل ايه بعد كده؟ الوثيقة دي هي اللي بتخلي مطوري المناهج وبتمكنهم من التخطيط لاجساب المتعلمين كافة الجدارات المشتقة بالخطوة السابقة طيب عشان نعمل ده وعشان نعمل عملية تحليل لابد ان احنا بنحت يعني بنستخدم احدى المنهجيات اللي هي بتقوم بتحليل الوظيفة او المهنة عشان استخدم المنهجية اللي بتقوم بتحليل الوظيفة او المهنة عندي منهجية اسمها الديكم ودي اشهر هذه المنهجيات المستخدمة في تحليل الوظيفة او المهنة واقدر اطلع واجبات ومهام ذات سلة وثيقة بأداء وظيفة او مهنة معينة وعلى فكرة نقدر نستخدم منهجية الديكم دي في كافة الوظائف مش فقط في الوظائف الفنية عفوا تعتبر كلمة ديكم اختصار لمصطلح تطوير المنهج اللي هو develop a curriculum وهو منهجية لتحليل المهن لمخطط مفصل من الواجبات والمهام المرتبطة بمهنة ما تمهيدا لاستخدام هذا المخطط في عدة اغراض اخرى منها بناء المنهج الدراسي طيب يعني لابد طبعا احنا هنشوف المخطط ده طب ايه هي مميزات هذه المنهجية منهجية الديكم دي مميزاتها ايه بتديني تحليل كامل للمهنة من واجبات ومهام بتديني خريطة بصرية بتنظم الواجبات والمهام اللي مفروض ان الطالب يتعلمها بتساهم في تقليل الفجوة بين سوق العمل المرتبط بالمهنة والمناهج الدراسي وبتوفر لي الاسس اللازمة لاعداد الخطط التعليمية والمناهج الدراسي وبتساعد في تحديد الادوات والمعدات المرتبطة بالمهنة وبتوفر لي معايير اختيار وتقييم الموظفين والعمال وبتقدم وسيلة جيدة لتقييم المناهج الدراسي يعني منهجية الديكم دي منهجية احنا بنستخدمها عشان نحلل اي وظيفة او مهن مش سواء كانت وظيفة فنية او حتى وظيفة ادارية عادي طيب انا بمسك الوظيفة دي بحللها بطلع ايه بطلع الواجبات الواجبات دي باخدها في سورة نقط الف وبه وجين ودال وهي حسب الواجبات بتاعة الوظيفة دي ايه وبمسك كل واجب منهم بطلع له مهان عندي مهمة الف واحد ومهمة الف اتنين ومهمة الف تلاتة تمام بعد ما بعمل المخطط ده بتاع الديكم بعمل حاجة تانية بعمل ايه بحدد المعارف بتاعتي اللي المفروض الطالب يتعرف عليها ايه بحدد السلوكيات اللي مفروض ان الطالب يعني يحصل عليها ويمارسها في هذا العمل بحدد ايضا المفاهيم اللي المفروض الطالب يعني يشتغل على نفسه فيها وايه اللي ممكن ان هو يطور نفسه فيه مستقبلا طيب تعالوا نشوف كده يعني ايه الفرق ما بين الواجب والتسك ايه الفرق ما بين الواجب والمهمة طيب الواجب بيقصد به مجموعة من المهام المتربطة والمتجنسة ذات الصلة بمهنة محددة ده الواجب يعني مجموعة من المهام متربطة ومتجنسة ذات الصلة بمهنة محددة المهمة بيقصد بها نشاط عملي محدد له بداية وله نهاية يؤدي خلال او يؤدى خلال فترة زمنية قصيرة يبقى لابد ان احنا نعرف كويس الفرق ما بين الواجب والفرق ما بين المهمة الواجب مجموعة من المهام متربطة ومتجنسة مع بعضيها مرتبطة بمهنة واحدة المهمة نشاط عملي محدد له نهاية وبداية خلال فترة زمنية قصيرة وده الفرق ما بين الواجب والمهم نجي نبص على مخطط الدكم ده مخطط الدكم ده ده المهنة فني ملابس وان كان مخطط الدكم يعني انا مش جايبه عشان اشرح مهنة فني الملابس بعمل لها مخطط دكم ازاي لكن انا جايبه عشان اقول لك ان الواجبات فين والمهام فين يعني الجزء ده اللي هو الرأسي ده ده يختص بالواجبات والجزء الافقي ده ده يختص بالايه بالمهام فلو قلنا فاول حاجة اول واجب ان هو المفروض ان يحافظ على الصحة والسلامة المهنية وقلنا اول مهمة بيلبس الملابس ازاي بتاعت الامن والصحة والسلامة المهنية ازاي بيحط المعدات بتاعته وفقا لامن والصحة والسلامة المهنية وهكذا لغاية موصل لاخر مهمة تمام فلو كانت دي الواجبات دي ايه يبقى اول مهمة عندنا ايه وان تاني مهمة عندنا ايه تو تالت مهمة عندنا ايه سري وهكذا لغاية ايه سيفن نخشي للواجب التاني هنقول ان لابد مثلا ان فني الملابس الجهزة يكون ملم بالصيانة الاولية للمكينات ودي نقطة بي يبقى لما نيجي نقول للمهام عشان يعمل الصيانة يزاية المكنة يفك المكوك ويركبه يعني يقوم بزبط المطور وسرعة المطور بتاع المكنة دي هتبقى مهام طيب يبقى هنا الواجب المنبل الصيانة بي يبقى اول مهمة هتبقى بي وان تاني مهمة هتبقى بي تو تالت مهمة هتبقى بي سري اقل حاجة في المهام بتكون هي اه تلت مهام يعني ما ينفعش واجب يبقى من مهمة واحدة او مهمتين الواجب لابد حطله على الاقل تلت مهام طيب هيزيد عن كام ممكن الواجب الواحد يصل لاثناشر مهمة اكتر من كده اقسم الواجب لخطوطين وده نموذج مخطط الديكم لمهنة فني الملابس اللي احنا قدرنا من خلالها ان احنا نعرف هذه المهنة ايه الخطوات اللي لابد ان الطالب يتعلمها عشان نقدر ان احنا نعمل منهج ونصم منهج ندرسه لهذا الطالب طيب نيجي بقى نشوف التقابلات بتاعة الواجب والمهمة الواجب قدامه وحدة الجدار قدامه وحدة الايه؟ الجدار يعني الواجب قدامه عنوان كبير الواجب قدامه ايه؟ عنوان كبير العنوان الكبير ده لابد انه هو يتقسم لعناصر يعني سيادتك كده لو بتقول يعني مثلا في النظام القديم بتقول درسة مثلا خاص بالامن والصحة والسلامة المهنية فقلت ايه في الدرس ده؟ قلت ان العامل الفني هيرتدي ملابس الوقاية الخاصة بيه قبل البدء في العمل ده واجب ده جدارة طيب عشان يرتدي هذه الملابس لابد انه يتبع خطوات معينة مثلا العامل بتاع الكيميا بيدخل ازاي؟ مثلا بيخلع الملابس العادية بتاعته ازاي ويعلقها ازاي؟ بيلبس الملابس اللي هي بتقيه من المخاطر الكيميا ازاي؟ لما بيجي حتى في الاخر بيخلع هذه الملابس بيخلع ايه الاول؟ عشان لو ايده متعلق فيها او الجوانت اللي هو لابسه متعلق فيها مادلة كيمياية ما تأثرش على جلده كل دي تعتبر ايه؟ عناصر فهنا يبقى قدرنا ان احنا نعرف الفرق ما بين وحدة الجدارة وعناصر الجدارة وحدة الجدارة بيقابلها الواجب عناصر الجدارة بيقابلها المهمة طب تعالوا بقى نوضح اكتر الجزئة دي ونشرحها اكتر هنبص هنا على الشاشة كويس هنلاقي ان في علاقة بين الواجبات ووحدات الجدارة طيب لو بصينا كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الواجب متقسم لاكتر من مهمة الواجب متقسم لاكتر من ايه؟ من مهمة ووحدة الجدارة متقسمة لاكتر من عنصر هنبص نشوف كده على الشاشة المخطط بتاعنا ده هيقول لنا ايه الفرق ما بين الواجب ووحدة الجدارة عندي هنا الواجب متقسم لثلاث مهام مهمة واحدة ومهمة اثنين ومهمة تلاتة وحدة الجدارة متقسمة لعنصر جدارة واحد عنصر جدارة اثنين عنصر جدارة تلاتة وهنشوفها دلوقتي كمان نشحها على حاجة معين كل عنصر جدارة ليه معايير اداء للعنصر ده ممكن معايير الاداء تبقى واحد اثنين تلاتة اربعة او واحد اثنين تلاتة او اثنين لكن مش هتقل عن كده في عنصر جدارة تاني بيالي في عنصر جدارة تالت بيالي طيب ايه هي بقى عنصر جدارة وايه هي معايير الاداء عنصر جدارة هي اللبانات الاساسية لتوصيف الجدار من حيث المهام والمخرجات الناتجة عنها وبتصار في صورة مخرجات تعليمية او تدريبية اللي هي عنصر جدارة بنصرها في صورة ايه مخرجات تعليمية او تدريبية وهنشوف مخطط بيشرح الجزئية دي كويس قوي على نموذج نقدر كلنا ان احنا نفهمه وعندي معايير الاداء معايير الاداء بتحدد ايه هو المطلوب ان يقوم بي المتعلم من اداءات ومهارات لازمة لتطبيق الجدارة المطلوبة وتكون دقيقة معايير الاداء لابد ان يكون ايه دقيق ومحدد وموصوف بيصف معايير تنفيذ عنصر جدارة بنفس التتابع اللازم لاداءها في ظروف العمل يعني لابد ان الطالب لما ييجي يقدي المهمة بتاعته يقديها وفقا لمعايير الاداء المكتوبة وما يكونش معايير الاداء مبالغ فيها او اقل من المتوقع منها يبقى احنا هنا اتكلمنا على ايه عناصر الجدارة هي اللي بتصف الجدارة ايه مهمتها وايه مخرجتها ومعايير الاداء اللي بتحدد مستويات الاداء والمهارات اللازمة التطبيق فيها من المتعلم بنفس الايه التتابع اللازم لاداءها في ظروف العمل الحقيقية طب تعالوا نشوف بقى دي دي تخليك تعرف ازاي تعمل واجب وتعمل مهمة وتعمل معايير اداء طيب اغلب اذا كان الكلام محدد كمان يعني في الغالب لزملائنا السادة معلمة التعليم الفني اللي هم هيطبق عندهم في 300 مدرسة جديدة لنصل الى تقريبا ربع مدرسة التعليم الفني يعني يطبق فيها نظام الجدرات وهتبق عندنا كده 400 وخمسة مدرسة او تزيد باذن الله تعالى فلابد انك يا زميل تعرف ازاي ايه الفرق بين الواجب والمهمة ومعايير الاداء وازاي اعمل واجب وازاي اعمل مهمة وازاي اعمل معايير الاداء اذا اشتغلت فيه فريق اللي هو اعداد الجدرات باذن الله تعالى لان الفريق اللي بيشتغل في اعداد المناهج القائمة على الجدرات بيكون من سوق العمل ومن داخل الفصل الدراسي ومن موجهين ومن خبراء اخرين تربويين واكاديميين طيب لو كان الواجب بتاعي ان لابد انه هيتعلم تطبيق القواعد الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة اثناء العمل ويعني ايه يعني بيتم يعني تصميمها في صورة فعل يطبق القواعد الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة اثناء اداء العمل المهام ايه اول مهمة هو هنا عمل له ثلاث مهام المهمة الاولى بيطبق قواعد السلامة والصحة المهنية المهمة التانية بينفذ اجراءات الطوارئ المهمة التالتة بيحدد ويطبق الاجراءات البيئية طيب نيجي بقى نشوف معايير الاداء ازاي بيتم صيغتها هو هناخد المهمة الاولى بتاعته اللي هو بيطبق قواعد السلامة والصحة المهنية طب بيعمل ايه بقى عشان يطبق ده اول حاجة في معايير الاداء بيحدد اعطال الالات والمعدات اذا كان فيه آلة او معدة فيها نوع من العطل اذا كان مثلا مصور وبيحدد عطل عنده في كاميرا مثلا في اقسام التصوير عندنا التصوير الميكانيكي في اقسام التباعة اذا كان برضو لابد انه يبلغ عن المخاطر والمواقف غير الامنة وفقا لمتطلبات وانظمة الصحة والسلامة المهنية يعني دخل المكان بتاع العمل بتاعه ولقى في مكان العمل ده سلك عريان لقى المكنة الغطأ او الكفر بتاعها متشال والسيور والتروس شغالة قدامه بالتالي ممكن تسحب جزء من ملابس هذا العمل مثلا وتشده معها فيتسبب له اصابة لقى انه في مكان مثلا هو بيستخدم فيه يعني حاجات كده خاصة فيها مجال كهربي والمكان الرطوبة فيه عالية او الارض فيها مية لقى ان فيه مواد قبل الاشتعال وفيه حاجات بتعمل حرارة داخل المكان ده يبقى لابد ان هو يبلغ عن المخاطر والمواقف اللي هي الخطيرة في مكان العمل بتاعه الحاجة التانية في المعايير الاداء انه يطبق احتياطات مخاطر الحريق وفقا لسياسة واجراءات مكان العمل يعني بما ان هو بيطبق قواعدة السلامة والصحة المهنية وفيه احتياطات حطتها مكان العمل عشان نقدر ان احنا نقي العمل والمكان والعمال من الحريق لابد ان هو بيطبق ده بمعنى ايه بمعنى ان الاجراءات الامنية بتقول لي انه ما بقاش فيه في الممرات وما بقاش فيه في الاماكن اللي احنا قاعدين بنشتغل فيها حاجات على الارض مكدسة ممكن الحاجات دي لو حصل انذار حريق العمال يقعوا وهم بيجروا مثلا لابد انه ما يستخدمش سخنات كهربية داخل مكان العمل لان ده ممنوع لابد انه يعني وهو بيستخدم الحاجات القبلة اللي اشتعال يكون بعيدها عن مصادر الحرارة لابد ان هو يلبس لبس معين للوقاية من الحرارة اذا كان مكان العمل بتاعه فيه افران او حاجات زي كده يبقى هنا لابد ان هو يلتزم بالمعايير الخاصة بالوقاية من الحريق في مكان العمل هنبص برضو على النقطة او المعيار الاخير يطبق سياسة مكان العمل بممارسات المنولة اليدوية يطبق سياسة مكان العمل فيما يتعلق بممارسات المنولة اليدوية المنولة اليدوية دي بتتطلب سرعة معينة عشان اناول زميلي يعني حاجة ماه في خطوات العمل بتاعتي عشان القم مكانة بقطعة قماش او بقطعة معدنية مثلا هتدخيرت فلابد ان يبقى هو مطبق سياسة الامن والصحة والسلامة المهنية في اداء هذا العمل وده معيار من معايير اداء الايه العمل طب نروح للي بعديها يعني احنا كنا في النقطة اللي فاتت اتكلمنا على يطبق قواعد السلامة والصحة المهنية وقلنا ايه معايير الاداء بتاعتها طب ناخد بقى النقطة التانية اللي هو ينفذ اجراءات الطوارئ من المهمة يبقى المهمة الاولى قلناها بمعايير الاداء بتاعتها المهمة التانية بنقولها بمعايير الاداء بتاعتها طيب المهمة التانية بتقول ايه ينفذ اجراءات الطوارئ ينفذ اجراءات الطوارئ طب ايه معايير الاداء بتاعتها محطوط لها اربع معايير اداء طب هل هو الاربع معايير اداء دول يعني يعني واجب علينا ان هم يبقوا اربع لا ممكن يقل له يبقى ثلاثة وممكن يزيده عن أربعة بس احنا طبعا يعني عشان نوضح بس فاحنا يعني بنقول ان هما أربع معيير أداء لكن ممكن يقل له عن أربعة يبقى ثلاثة وممكن يزيده عن أربعة طيب ينفق إجراءات الطوارئ معيير الأداء بتاعتها إيه؟ أول حاجة يطبق سياسات موقع العمل وإجراءات الطوارئ المتعلقة بالمرض أو الحوادث يطبق سياسات موقع العمل وإجراءات الطوارئ المتعلقة بالمرض أو الحوادث يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو حصل إن حد من الزملاء في مكان العمل أصيب أو حصلت له حدثة أو أغمع ليه بسبب مرض موجود عنده أنا هعمل إيه؟ إيه اللي بيجرى ساعتها عشان أحافظ على زميلي وحافظ برضو على مكان العمل ويبقى عملية الإسعاف اللي هقدمها لزميلي لغاية ما يصل مسعفين متخصصين هتكون عبارة إيه عن إيه؟ يبقى أول نقطة لابد إن أنا المصنع أو مكان العمل بيبقى محدد لي أنا هشتغل إزاي؟ إذا حصلت حاجة زي كده فأنا أبقى حافظ ده كويس ولذلك تلاقي في المصانع الكبيرة والمصانع اللي هي دايما بتطبق سياسات الأمن والصحة والسلامة مهنية بكل صرامة تلاقي لابد تقريبا أنه كل شهر بيعمل تجربة وكل ثلاث شهور بيعمل تدريب وكل ست شهور بيعمل تدريب موسع للعمال على إجراءات الأمن والصحة والسلامة المهنية طيب لو بصنا على المعيار الثاني بيقول إيه؟ يستخدم أجهزة ومعدات مكافحة الحريق في حالة الطوارئ طيب في الحالة دي حصل يعني حريق في المكان هو هيستخدم الأجهزة الخاصة بمكافحة الحريق وفقا لنوع الحريق هو اتضرب أو ضمن إجراءات السلامة قالولو لو حريق مواد سائلة بتستخدم مواد الإخماد اللي هي الرغوية اللي بتغطي المواد السائلة دي عشان خاطر تمنع عنها الأكسجين فينطفق الحريق لو حريق مثلا مواد كهرباء في اللي هو بتستخدم مواد معينة مش سائلة بحطها على المكان بتاع الكهرباء ده يعني بتكتمع عنها الأكسجين ما بستعملش مية ما بستعملش مية برضو في حريق المواد السائلة بستخدم المية بس في حالة المواد الصلبة اللي هي ورق خشب وماشي تمام؟ يبقى لكل نوع حريق في معدة أو أداة لإطفاء الحريق مستخدمة معينة أنا بستخدمها وبرضو بيكون إحنا مدربين إزاي نستخدم ده طيب اللي هو معيار الأداء التالت لمهمة ينفذ إجراءات الطوارئ نقول إن هو يتبع ممارسات توصيق الحوادث والوقائع وفق الإجراءات الحوادث والإصابات في مكان العمل إحنا ما بنسبش لو حصل حدثة أو إصابة في مكان العمل ما بنسبش الحدثة دي تمر كده ده لابد إن إحنا يكون عندنا سجل لده سجل موجود عندي بقول إنه في يوم كذا بوقت كذا حصل كذا كذا وبوصف إيه اللي حصل سواء كانت حدثة أو إصابة لإن ممكن قوي تكون ديكاب بتحصل لأول مرة وبالتالي ما حصلش معالجة ليها كما ينبغي فهنا أنا هقدر أعرف إيه هقدر أعرف إزاي أعالج ده هقدر أحط له خطة مستقبلية إن ده لو أتكرر وغالبا أغلب هذه الأشياء بتتكرر ولابد إن إحنا نتعلم من أخطاء الإيه الماضي فلما أكون أنا عامل سجل للحادثة أو الإصابة اللي حصلت في المكان وتم حلها إزاي وأسلوب الحل الأمثل لها بيكون إزاي فده بيخليني أقدر إن أنا أتعلم كويس معالجة المشاكل دي مستقبليا هنيجي نبص على المعيار الأداء الرابع للمهمة ينفذ إجراءات الطوارئ هنقول إن هو يطبق إجراءات الإخلاء في مواقع العمل لابد إن معيار مهم من معايير الأداء إن العامل ده يطبق يعني معايير الإخلاء معايير الإخلاء دي دي مهمة قوي في أماكن العمل مهمة قوي في أماكن العمل إن لو حصل إخلاء للمكان إن ما يبقاش في الطرق والممرات حاجات عوائق بتعوق نزول العاملين أو العمال أو الموظفين من المكان لابد إن العمال أو الموظفين اللي موجودين داخل المنشأة سواء إن كانت منشأة صناعية أو منشأة تجارية أو أي منشأة من المنشآت لما بينزلوا بيتجمعوا في مكان واحد طب إيه الهدف من إن هما بيتجمعوا في مكان واحد الهدف إن هما بيتجمعوا في مكان واحد إن نقدر نعرف لو حد مش موجود زيموله هيقول والله لا إيه ده ده محمد مش موجود ده سوهير هي فين؟ تمام؟ طيب ده بيفيد في إيه؟ ممكن يكون محمد وقع أو تزحلق وهو نازل في يعني حصلت له أصابة فمش قادر إن هو يكمل طب محمد موجود في مكتب معين فبتوجه فريق الإنقاذ عشان يجيبه من المكان ده أو سوهير أو فلابد إن إحنا بنتجمع في مكان إيه؟ في مكان واحد يبقى المعايير ده من المعايير المهمة جدا اللي هو يطبق إجراءات الإخلاء في مواقع العمل من المعايير المهمة قوي قوي إجراءات الإخلاء وإزاي إنه لما بننزل بننزل بهدوء ومنظمين وبدون تدافع على السلالم المخصصة لده وإزاي بنبعد عن المصاعد وإزاي بنتجه للمكان المخصص للتجمع اللي بيكون بعيد عن الخطر في المكان هب نيجي نشوف الواجب يعني اللي هو المهمة التالتة لنفس الواجب اللي إحنا بنتكلم عليه يحدد ويطبق الإجراءات البيئية طيب إيه معايير الأداء بتاعت ده؟ هتلاحظوا إن هي معايير الأداء تلاتة بس مش أربعة وده اللي أنا كنت أقول عليه إن معايير الأداء ممكن تبقى تلاتة وممكن تبقى أربعة وممكن تبقى خمسة وممكن تبقى ستة إذا تطلب المهمة ده طيب يحدد يطبق الإجراءات البيئية أول نقطة أو أول معايير أداء فيها يطبق المستندات والإجراءات ذات الصلة بالسلامة البيئية والأخطار يعني فيه مستندات عنده بيسجل فيها الحوادث والحاجات دي وفيه إجراءات بيقوم بيها وكل دي مدونة ومسجلة عنده ومكتوبة النقطة التانية بيضع النفايات السائلة في حاويات التخزين أو إعادة لتدوير وتوضع فيه منطقة مغلقة طيب النفايات السائلة والنفايات الصلبة من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب حوادث في المكان درجة إن فيه بعض النفايات السائلة وبعض النفايات الصلبة ممكن بيحصل لها اشتعال ذاتي عشان كده دايما الأماكن اللي هي فهمة كويس إجراءات أمنة وصحة وسلامة مهنية ما يسيبش تكدس لزبالة في مكان ما يعني أنا أسف على اللفظ يعني ما يسيب تكدس للقمامة في مكان ما اللي هي النفايات السائلة الحاجات بقى اللي بتبقى يعني شح بقايا يعني مواد سائلة بتاع الدهانات دي مواد قبل الاشتعال فلابد أول بأول إن احنا نتخلص منها ونبعدها عن المبنى ونخلي المتعهد اللي بييجي يجمع هذه النفايات بييجي في أوقات منتظمة عشان يشيل هذه النفايات ويبعدها لأنها دي من الحاجات اللي بتزود خطورة الحريق إذا تم في أحد أماكن العمل النقطة الثالثة أو معيار الأداء الثالث ينظف السوائل المنسكبة على الفور والحفاظ على مكان العمل السوائل المنسكبة مش لازم تكون كلها سوائل تسبب حرائق ولابد في معيار الأداء إن إحنا إذا كنا بنتكلم عن معيار أداء خاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية لابد إن إحنا نعرف إن السوائل دي ممكن تسبب انزلاق لأحد العاملين وهو ماشي فيتسبب له إصابة ممكن السوائل دي لو زيتية قوي وفيه اللي هو الفوركليفت أو فيه اللي هو الوينش اللي هو داخل الممرات داخل المصنع ممكن لو فيه سوائل زيتية ممكن تزحلق الفوركليفت ده وتخليه وهو بيلف مثلا فاللفة بتاعته تبقى بزيادة شوية فيغبط يوقع لو فيه مثلا من المواند الجفة اللي فيها أرفف عالية وعليها تخزين فيغبط فيه فيقع كل ده عليه فبالتالي لابد إن معيار من معيار الأداء المهمة لهذه الخطوة الخاصة بالإجراءات والسلامة إنه هو يبقى مدرق تماما إن أي سوائل بتقع لابد إن إحنا السوائل دي نقوم بإيه بتنظيف كمان يعني نقدر نقول إن الجزء اللي هنشرحنا ده جزء مهم فيه جزء تاني هنشرحه متعلق بالجدرات المهنية في الحلقة القادمة بإذن الله أنا عايز يعني أشكر حضراتكم وأتمنى إن يتم تداول هذه الحلقة بين السادة الزملاء المعلمين أولياء الأمور اللي عايزين يعرفوا يعني إيه جدرات ولادهم هيدرسوا إيه يقدروا يعرفوا ده من خلال الحلقة دي بإذن الله ويقدروا يطمنوا إن أولادهم هيتعلموا كويس قوي وفقا لمنهجية الجدرات المهنية يقدروا يعرفوا كويس قوي إن أولادهم هيقدروا برضو يتعلموا إزاي يحفظوا على نفسهم أثناء تطبيق مهام العمل بتاعهم بعد التخرج وأثناء التدرب وأثناء الدراسة في مكان العمل دي حاجة مهمة الجدرات المهنية في ظل الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى هتكون يعني نقلة مرحلية للتعليم الفني في مصر وأعتقد أن أيضا التعليم العالي يعني أعتقد أن هم في الجامعات التكنولوجية الجديدة بدأوا أن هم يطبقوا نفس المنهجية ولنا أن نفخر أن التعليم الفني يا أبناء التعليم الفني في مرحلة التعليم قبل الجامعي كان له الصدارة في تطبيق هذه المنهجية المصرية المتفردة الخالصة التي بنيت على المنهجيات التي سبقتها واللي جاي أحسن بإذن الله تعالى ومصر أحسن بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته